بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فأحييكم ورحبكم في المحاضرة الثالثة من الوحدة الثالثة وكنا بدأنا في هذه الوحدة في أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا وتكلمنا في المحاضرتين الأولى والثانية عن القسم الأول من هذه الأقسام وهو المتواتر وما يتعلق به من أحكام وفي هذه المحاضرة وما يأتي بعدها سنتكلم عن القسم الثاني وهو ما يتعلق بالآحاد بأقسامه الثلاثة فنبدأ أولا فيما يتعلق بهذا القسم وهو خبر الآحاد نبدأ بالمسألة الأولى في هذا الأمر وهي تعريف خبر الآحاد الآحاد في اللغة جمع أحد بمعنى الواحد والمقصود بخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد يتفرد به فيقال هذا خبر شخص واحد فقط فسمي خبر الواحد وجمع بقولنا آحاد فالآحاد هي جمع آحاد بمعنى الواحد هذا من حيث اللغة أما تعريفه للصلاح فهو خبر الآحاد عموما هو ما لم يجمع شروط المتواتر يعني إذا اختل شيء من الشروط السابقة الأربعة التي ذكرناها في الحديث المتواتر فهذا يقال له خبر آحاد خبر آحاد المسألة الثانية وهي ما يتعلق بحكم خبر الآحاد خبر الآحاد كما يقول علماء يفيد العلم النظري والعلم النظري هو العلم الذي يتوقف على النظر والاستدلال يعني يحتاج إلى شيء من النظر والتفكير ويحتاج إلى شيء من الاستدلال وهذا هو الفارق بينه وبين المتواتر أن المتواتر كما سبق لنا يفيد العلم الضروري الذي لا يتوقف على النظر والاستدلال العلم الضروري أي اليقيني أما بالنسبة لخبر الآحاد فهو يفيد العلم النظري لكنه يجب العمل به كما هو معلوم المسألة الثالثة وهي أقسام خبر الآحاد بالنظر إلى عدد طرقه ينقسم خبر الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه إلى ثلاثة أقسام مشهورة فالقسم الأول هو المشهور والقسم الثاني هو العزيز والقسم الثالث هو الغريب فهذه هي أقسام حديث الآحاد فهذه الأقسام الثلاثة المشهور والعزيز والغريب هي أقسام خبر الآحاد والخبر إما أن يكون متواترا أو يكون آحادا وإذا كان آحادا فإنه إما أن يكون مشهورا وإما أن يكون عزيزا وإما أن يكون غريبا سوف نبدأ الآن في بيان هذه الأقسام الثلاثة فنبدأ أولا بخبر الآحد المشهور القسم الأول وهو المشهور فنبدأ بالنسبة الأولى فيه وهي ما يتعلق بتعريفه المشهور في اللغة هو اسم مفعول من شهرت الأمرأ إذا أعلنته وأظهرته فيقال مشهور من شهرته شهرته الأمرأ مشهور على وزن مفعول إذا أعلنته وأظهرته وسمي بهذا الاسم لظهوره لأن من اجتهاره وانتشاره يصبح ظاهرا معروفا أما في الاصطلاح فعرفه العلماء بقولهم هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر سبق لنا أن المؤلف اختار أن حد التواتر هو أن يكون في كل طبقة عشرة من الرؤوة فإذا قل يعني عن عدد العشرة دخل في الآحات الأحاس ثلاث تقسام منها هذا اسمه المشهور فإذا كان في كل طبقة من طبقات المشهور من طبقات الحديث ثلاثة رواه فأكثر ولم يبلغ حد المتواتر فهذا الذي يقال له الخبر المشهور أو الحديث المشهور فيرويه ثلاثة من الصحابة أو أربعة أو خمسة ولا يبلغ العشرة على رأي البؤلف وهذا يكون في كل طبقة من طبقاته هذا تعريف المتواتر من حيث الاصطلاح مثاله ذكروا له أمثلة منها حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يكبض العلم انتزاعا ينتزعه ولكن بقبض العلماء فإذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا هذا الحديث رواه ثلاثة من الصحابة أو أكثر وهكذا في كل طبقة من طبقاته كانت في كل طبقة أكثر من ثلاثة طرواة فبناء عليه قالوا هذا الحديث هو حديث مشهور بهذا المعنى على الصلاح المحدثين المسألة الثالثة وهي المقارنة بين المشهور والمستفيض ما الفرق بينهما فأولا نعرف المستفيض من حيث اللغة فنقول هو المستفيض اسم فاعل من استفاضة استفاضة مستفيض هو اسم الفاعل من هذا الفعل مشتق من فاضل ما وسمي بذلك أيضا لانتشاره أما فتعرفه في الاصطلاح فهو يعرف بالنظر إلى المشهور ولذلك اختلف العلماء في تعريفه على ثلاثة أقوال وهي كالآتي القول الأول قالوا هو مرادف للمشهور بمعنى أنهما رواه ثلاثة في كل طبقة من طبقاته من الرواه ولم يبلغ حد المتواتر فهما مترادفان هذا القول الأول القول الثاني أن المستفيض أخص من المشهور لما قالوا لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي أن يستوي طرفا اسناده وهذا لا يشترط في المشهور والمقصود بطرفي الاسناد أي الطبقة العليا من الرواه والطبقة السفلى من جهات المصنف فتستوي في العدد الطبقة العليا والطبقة الدنيا هي ثلاثة فأكثر لكنها إذا استوت الطبقتان التي هم طرفها الاسناد في أعلاه وفي أسفله فيقال له مستفيض فإذا كانت مختلفة لا تستوي فهي المشهور فبناء عليه أصبح المشهور بهذا التعريف أخص من أصبح المستفيض بهذا التعريف أخص من المشهور القول الثالث وهو عكس القول الثاني أن المستفيض أعم من المشهور بمعنى أن المشهور هو الذي يستوي طرف إسناده أما المستفيض فلا يشترط ذلك فيكون أعم من المشهور هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرت في تعريف المستفيض وبهذا نكف على هذا الحد ونكمل بقية المسائل في المحاضرة القادمة إن شاء الله والله أعلم وصلى الله عن نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر